رواقع التابعين خصوصا في الدروس وكده يعني الأدواء كلها بتكون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن محتاجين نعرف الجيل التاني اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم خيروا الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمحتاجين نعرف الناس اللي كانوا عايشين في القرون الخيرية الثلاثة محتاجين نعرفهم ونقرب منهم ونشوف كانوا عايشين إزاي وأخلاقهم وقربهم من الصحابة وعلموهم وخشيتهم يعني حاجات كتيرة محتاجين نعرفها دعنا نفتح صفحة جديدة النهاردة مع واحد من خيار التابعين حقيقة هو يعد من أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة وكان من كبار التابعين والأعجب من ده كله جماعة أن كان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لما يعوز يسأل عن حاجات كده من الأمور اللي قضى فيها عمر بن الخطاب كان يسأل هذا الرجل لأنه كان من أعلى من الناس بقضاء أبي بكر وعمر وعفنان بل الأعجب من ده كله أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان لما يعوز يقضي في مسألة ما كان لا يقضي حتى يسأل هذا الرجل من هو هذا الرجل؟ هو سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سعيد بن المسيب كان حريص جدا على طلب العلم وكان بيطلب العلم على يد بعض الصحابة ومن أنثال هؤلاء وعلى رأس هؤلاء زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما أبو هريرة كان لي نظرة صاقبة في الناس اللي بيطلبوا العلم على يد فقعد يبص ويتأمل في أحوال سعيد بن المسيب لا إنسان ما شاء الله خجول جدا وقور جدا عنده خشة لله علي قوي عنده حياة شديدة جدا وما شاء الله عنده قبال على طلب العلم بشكل غير عادي عنده أدب عالي جدا فلما لقى فيه الصفات الجميلة دي ترح مجوزه بنته فسعيد بن المسيب يعتبر زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه أرضان عبادة سعيد بن المسيب كان حاجة عجيبة جدا لما تتخيل رجل يعني لمدة خمسين سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام تقول مش ممكن يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام يقوله كما عنده تلمذيب إسناد الحزن من صلى أربعين يوما في جماعة من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءت من النفاق وبراءة من النار فتخيل حضرتك لما سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الوسعة صلى خمسين سنة خلف الإمام لم يتخلف عن تكبيرة الإحرام ولو مرة تقول مش ممكن مش ممكن إنسان يكون عنده الهمة العالية دي والحب الشديد ده للصلاة ده النبي عليه السلام يقول وجهه على كرة عيني في الصلاة هذا الرجل ينطبق عليه المثال الجميل دوت إنه هو تأسى بالنبي صلى الله عليه السلام وكانت الصلاة فعلا كرة عيني لأنه فعلا يكون إن أنت تواظف خمسين سنة خلف الإمام حتى إنه كان بيقول في المقولة التانية بيقول ليه ما نظرت إلى قفى أحد غير الإمام خمسين سنة يعني أنا خلف الإمام مباشرة ما فيش حد بيني وبين الإمام أنا لو وراء الإمام مباشرة شيء عاجيب جدا لجماعة علوه وهمة لا تخطر على قلبه بشر يا شباب المسلمين يعني بتكسلوا تروحوا المسجد وممكن يكون المسجد تحت البيت أو جنب البيت روح وأقبل على الله سبحانه وتعالى وروح صلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يكلمك صلاة الجماعة واجبة وليست يعني مستحبة دي واجبة لازم لازم تروح تصلي في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى فبيقول ما فاتت تكبيرة الإحرام خلف الإمام خمسين سنة في يوم الأهم من شدة البكاء والخشوع والخضوع عينيه تعبت وبقى يعني نظر ضعيف فقالوا له طب تعالى نخرج لحتة أسماء العطيق تنظر إلى الخضرة وإلى الماء وإلى علا وعسى أن يعني النظر عندك أو قوت النظر تتحسن فقال وكيف أصنع بشهود العشاء والفجر أنا لا يمكن أفرلت في صلاة العشاء ولا صلاة الفجر حتى لو راحت عنايا للتنين وما بقدش أشوف بيوم خالص بيهمنيش المهم من أن أنا أكون بصل الصلاة الجماعة في المسجد في بيت ربنا حيث ينادى بهن سبحان الله تعالوا نبدأ الموضوع من الأوله أو نعيش مع موقف جميل كده من أجمل المواقف التي مرت بسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة في يوم الأيام عقد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عقد العزم على حج بيت الله الحرم وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلع مع الحشية بتاع طوء الناس اللي حواليه وطلعين من ضمشق إلى المدينة المنور طبعا طول السكة شايب ارتاحه وينصب الخيام وتذبح الذبائح ويأكله ويشربه ويتهنه ومبسطينه ومقضين بقى السكة في ذكر وتسبيح لله سبحانه وتعالى وفي طلب علم إلى غير ذلك حدا من وصل المدينة المنورة فأول ما وصله دخل عبد الملك بن مروان وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المكان المعد لإستقبال هذا الأمير أمير المؤمنين بقى وبعدين بعدما ارتاح وصبح تاني يوم الصبح فرح بعد غلامه لهو ميصرة قال لهو ميصرة التامستية علماء من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله ويعلمنا شوف حرص الأمراء حجيب جدا جدا شوف رجل بيحكم كم دولة ورغم ذلك كان حريص جدا على طلب العلم شوف قد ديه وبتبقى البركة كل البركة أن يبقى حاكم الدولة أو المسؤول عن الدولة يكون حريص جدا على تقريب أهل العلم وعلى حب أهل العلم وإكرام أهل العلم ويكون عنده حرص شديد جدا على نشر العلم وأن البلد كلها تكون على درجة عالية من التقوى ومن الخشوع ومن العبادة لأن كل دي بتحل البركة في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فقال له يا ميصرة التمس له عالم من علماء المسلمين أو من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى ميصرة راح وده الحاجب بتاع أمير المؤمنين راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن حلق العلم فلم يجد إلا حلقة واحدة اللي كان فيها سعيد بن المسايد ورح مشاور له سعيد بن المسايد قاعد وسل تلميزه ورح مشاور له عشان يجي عشان يكلمه فسعيد بن المسايد قال تشيروا إلي قال نعم قال تعالى ماذا تريد تعالى أنت تعالى أنت ما تشمعه لا تشاول لواحد عالم كبير وطول تعالى لأنت لأنت اللي تيجي للعالم فرح له قال له ماذا تريد قال أنا حاجب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين قد أرسلني وقال التمس لي عالم من علماء المدينة حتى يأتيني فيه حدثني فقال له سعيد بن المسيب اذهب وكن له إني لست من حدافي أنا مش من المحدثين بتوع الأمير أنا راجل بدد روسي في بيت ربنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أخرج من مسجد وطلابي حوالي وإذا كان عايز هو بقى يجي يتلقى العلم فإن الحديث يؤتى إليه ولا يأتي إليكم وإن المكان فيه متسع فليأتي أمير المؤمنين يتعلم العلم بين أيدينا تعجب ميصرة في واحد في الدنيا يرفض دعوة أمير المؤمنين عشان يقعد يتكلم معاه أنا ستتمنى أنها تقابل مدير عام مش أمير المؤمنين ورح راجع ميصرة لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مران قال له ذهبت فلم أجد إلا حلقة الوحيدة وجدت فيها شيخا كبيرا ودعوته إليك اللي أحدثك فقال إني لست من حدافي اخذ بالك وقال يؤتى إليه ولا يأتي إليكم فإذا أراد أمير المؤمنين يأتي فليأتي ليتعلم فقال عبد الملك ابن مران أجل هذا هو سعيد ابن المسيب لأي التكلام تأتي ياريتك ما رحت له ولا كلمته إن حس طبعا بخجل شديد جدا إن هو أمير المؤمنين ويطلبه عشان يروح عنده ويسمعه كلمتين ويرفض أنه يجي لأمير المؤمنين مين اللي قاعد بقى في الجلسة ديت ولاد عبد الملك ابن مروان اللي هما فيما بعد واحد ورد تاني هيبقوا أمير المؤمنين الأربعة الأربعة هيبقوا أمير المؤمنين بعد كده فواحد منهم تحجب فبيقول من هذا الذي يرفض أن يأتي لأمير المؤمنين مين دوت في حد في الدنيا يرفض أن يجي لأمير المؤمنين فواحد من جلساء الملك وولاده يعني فقال له ذاك الذي خطب أمير المؤمنين بنته لأخيك الوليد ابن عبد الملك فرفض قال له إيه ده الراجل دوت سعيد بن المسيب رفض يجوز بنته لأخويا الوليد ابن عبد الملك الوليد ابن عبد الملك ده اللي هو بعد عبد الملك ابن مران هيبقى أمير المؤمنين يعني الخليفة الأمير اللي جاي يعني واخد بال حضرتك قال له معقولة رفض أن يجوز بنته لأخوي اللي هو الوليد ابن عبد الملك وهل كان يحلم أو يحلم أنه هو يلاقي واحد زي الوليد ابن عبد الملك هو كان يخطر على باله أصلا أنه واحد زي أخوي يتقدم لبنته فالرجل ده اللي قاعد ده قال له أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقص قصته عليكم قال له احكيها قال له أنا سمعت القصة من الشاب اللي اتجوز بنت سعيد ابن موسيب اللي هو كفير ابن أبي وادع إيه اللي حصل يا جماعة باختصار القصة باختصار القصة أن عبد الملك ابن مروان حب أن يزوج بنت سعيد ابن موسيب لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك اللي هو هيكون بعد كده أمير المؤمنين سعيد ابن موسيب هو ما كانش يعني يعني بالبلد كده ما كانش بيحتقر شأن أمير المؤمنين هو كل ما في الأمر خايف على بنته أن هي تتفتن في دينها وهو قال كده اللي كانوا قريبين منه قال لهم تكون ابنتي فيما بعد بنت أمير المؤمنين فيخضون عليها بالحرير والطعام والمش عارف ايه وملزات الدنيا فأين دينها إذن في الوقت ده هتعلق قلبها بالدنيا وتنسى العبادة والصلاة وقيام الليل والكرآن فأنا خايف على دينها أنه ما كانش مستقصر أنه جوز بنته لابن أمير المؤمنين كل ما في الأمر خايف على أن تتفتن في دينها هم كالملائك في السماء متحرين روايع دابعين كالملائك في السماء فالمهم إيه اللي حصل في الوقت ده كان فيه تلميذ من أنجب تلميذ سعيد بن مسايب اللي هو كثير بن أبو ودعه غاب عن الحلقة بتاعت سعيد بن مسايب حوالي خمس أيام وبعدين رح مقابله سعيد بن مسايب أين كنت كفير قال كنت يعني أدفن زوجاتي فقد ماتت قال هل أخبرتنا حتى نشهدها معك يعني كنا نسعد كده في الدفن والعزاء وكان ده كله وسكت وشويتين سألوا سعيد بن مسايب قال هل استحدثت الزوجة من غيرها يا كفير جوزت واحد زين اللي لسه قال ومن يزوجني أبو محمد أبو محمد دي كونية سعيد بن مسايب قال ومن يزوجني أبو محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو ثلاثة قال إن فعلت أنا تفعل قال أوه تفعل يا أبو محمد أنت تجوز واحد فقير زي قال أجل فقام سعيد بن مسايب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد زوجتك ابنتي على درهمين طبعا كثير من يبو وضعك يعني مش مصدق نفسه جواز بدرهمين يعني حاجة حيا كده ببلاش يعني فجري على البيت من شدة الفرح بقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تصابق الريح وكنت صائما في ذلك اليوم فلما وصلت سمعت أذان المغرب فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيدا خبز وزيد بس ما فيش أي حاجة تانية خالص يعني قال فلما أردت أن أتناول الإفطار حتى أصل للمغرب سمعت الباب يطرق فقلت من قال لأنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والمسجد حد الشفرح أي حتة إلا بيته ومسجد وبيته ومسجد وبيش غير كده قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن مسيب فقلت ورحمك الله يا شيخي أنت شيخي وأستاذي هل أخبرتني حتى أتيك قال نا مثلك حق أن يؤتى يا سلام على تواضع العلماء الجمال أدي أدي العالم كلما ازداد العالم حبيت السنبولة بتاعة الأمح سنبولة الأمح يا حبيبي لما تكون مليانة مليانة من جوه أمح بتميل على الأرض تواضع مليانة ولما تكون فاضية ما فاش أي حاجة خالص بتكون وقفة كده وشامخة فلما تلاقي العالم متكبر أعرف أنه جاهل ولما تلاقي العالم متواضع أعرف أنه عالم فقال له مثلك أحق أن يؤتى يا كفير ثم قال له يا كفير علمت أنك شاب عزب أنا عرفت أنت طبعا لسه زوجتك ميتة فكرهت أنت بيت ليلتك بغير زوجة وقد عقدت لك على ابنتي فها هي زوجتي ورح بطلعها من وراء ظهره وحطها عاي جوه الضار ورح قافل ما قال لهش بقى طب ده حبيب قلبي معلش بس نكتب الأيمة وبعدين نضع لها بعدين وخلص الموضوع ونزبطها مع بعض ما عملش كده عارف أن بنته لما يديها الواحد بيتطيق ربنا ده أغلى عنده من كنوز الدنيا ومن فلوس الدنيا يا حباب قلبي فقال كثير فسقطت المرأة من الحياة أول مرة تشوف راجل سبحان الله الله يرحمه الحياة يعني فالمم يعني فسقطت المرأة من الحياة قال أما أنا فذهبت لأواري الخبز والزيت حتى لا تصدم بعيشتها يعني تلاقي بليلت الدخلة خبز والزيت ومال بعد كده ناكل إيه كاراتين فالمم قال خبيت الخبز والزيت فلما خبيت الخبز والزيت طلعت فوق السطح عشان أنادي على واحد جاري يديني شوية فلوس سلف كده أعدل أصرف على زوجتي فلسه بينادي فلقى أمه بتقوله هل تزوجتها كثير قال أجل يا أمه كت أمه عن دجرانه يعني كت عن دجارتهم هل تزوجتها كثير قال أجل يا أمه قالت وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل ثلاث سبها لي بقى زينها لك وزبطها لك وبعدين يدخل بيها قال لها حاضر جات أمه ورحت واخد الزوجة ديت اللي إيه بنت سعيد بن مسايب وزينتها وزبطتها ووش أول ووش تاني وزبطت الدنيا ورحت مديها لقى بعدها لقى بعد ثلاث يام يقوله كثير فلما دخلت بيها فإذا هي من أجمل النساء ومن أعلى من نساء بالكتاب الله ومن أعلى من نساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلى من نساء بحق الزوج قال فبدت معها بأنعم ليلى ومكثت معها شهرا كاملا خذوا بالك بقى فلما مضى شهر كامل أردت بعد ذلك أن أذهب لأتعلم علم سعيد بن مسايب فقالت إلى أين في الصباح بقى في صباحية أول يوم قال أردت أن أذهب لأتعلم العلم على يد سعيد بن مسايب قال إلى أين أنت ذاهب يا كثير قلت لأتعلم علم أبيك قالت اجلس أنا أعلمك علم أبي أنا عندي العلم كله بتعبوية طبعا دي كانت آخر إمتاج المصنع بعدها أفل فالمؤمن فسفحان الله قال فما كثت معه شهرا كاملا وبعد الشهر راح بقى مجلس مين سعيد بن مسايب فلما قرب منه وانتهت الحلقة بتاعت العلم اقترب منه سعيد بن مسايب وقال كيف حاله هذا الإنسان قال بخير حالني أبا محمد حال يصر الحبيب ويسوء العدو فدفع له سعيد بن مسايب عشرين ألف درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتي يا الله شيء والله العظيم يخلي العقل يغطير واحد يرفض يجوز بنته من ابن أمير المؤمنين اللي هو بعد كده هيبقى أمير المؤمنين ويجوزها الشاب الفقير ويدده له كمان عشرين ألف درهم ليه؟ علشان دوت هيصنها وهيعلمها العلم الشرعي وهيقربها من ربنا أكتر أما لو اتجوزت ابن أمير المؤمنين اللي هيبقى بعد كده أمير المؤمنين ما بنقولش ان هو وحش بس بنقول مش هيعلمها العلم الشرعي مش هيقربها أكتر من ربنا بل بالعبسة ممكن لما تدخل عليها الدنيا ممكن تتفتن بالدنيا وتنشغل بالدنيا عن قيام الليل ودراسة الكرآن والعلم وإلى غير ذلك شفت الأب لما بيكون حريص على أن هو يختار لبنته رجل صالح يعينها على طاعة ربنا شفت قديه النبع على سنة المبينة إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعل تاكم فتنة في الأرض وفساد عريض شفت قديه النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج امرأة بالنجل من فقراء الصحابة على ما معه من القرآن يعني قال له معايا صورة كذا وكذا معيش بقى لا فلوس ولا أي حاجة طبقت لها خطم من حديد قال ما وجدت خطمة من حديد الحدث البخاري قال أمعك شيء من القرآن قال معايا صورة كذا وكذا كم صورة كذا على قد قال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية على أن تحفظها ما معك من القرآن قد إيه أم سليم اللي أم أناس ابن مالك تزوجها أبو طلحة وكان مهروها الإسلام هو أسلم فقالت له هو ده مهري أنا مش عايزة أي حاجة لأن انت تسلم لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه فأسلم أبو طلحة وكان مهروها هو الإسلام إسلام أبو طلحة قد إيه نمازج مشارفة بجد بجد فعلا شفت الأب لما يكون حريص على أنه يختار لبنته الزوج الصالح عمر بن خطاب لما تقامت حفصة رح لأبو بكر عرضها عليه فلم يرد عليه عرضها على عثمان فعرض بالكلام قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا فرح بعدها مباشرة بفترة تقدم لها النبي وتزوجها صلى الله عليه وسلم فجاله أبو بكر وكلم عمر قال هل وجدت علي في نفسك أنك عرضت علي حفصة فلم أرد عليك قال له أجل أيه فعلا زعلت منك قال فإني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله لا تزوجتها يا سلام يا سلام على حرص الأب أنه يختار لبنته زوج صالح ذا اللي حصل بين عبد الملك بن مران وبين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة فالرجل بقى اللي هو كان جنيس عبد الملك بن مران وهو أولاده بيحكي لهم بينهم اللي حصل كذا 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 وهو رفض يجوز بنته من الوليد عشان بس هو مش مستخسرة فيه بس خاف عليها لتتفتم بالدنيا وبالبازخ اللي انتوا عايشين فيه وحب أنه يجوزها من شاب فقير عشان ياخد بأيديها المرضات ربنا والطلب العلم هي دي المسألة فشات في الموضوع طبعا ده خلى الوليد ابن عبد الملك وعبد الملك ابن مران نفسه يشيل في صدره قوي بن ناحية سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لكن حصل موقف تاني يجعلها يشيله منه أكتر وأكتر ان كان بعد الوليد ان كان بعد عبد الملك ابن مران كان اللي هو بقى يعني مضترشح بقى ضمي يقول له لكانليل بيع بعدها عم طول اللي هو أخو مر thousands ابن عبد العزيز عبد العزيز ابن مران عبد العزيز بن مران ده المين يا جماعة اللي هو أبو عمر ابن عبد العزيز اللي هو واخه عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان كان المرشح بعده على طول عبد العزيز بن مروان بس عبد العزيز بن مروان مات سنة 84 هجرية وكان زي ما قلتلك كان ليه البيعة بعد عبد الملك في الوقت دوت رح عبد الملك بن مروان عقد البيعة لولاده الاثنين بقى الوليد والسليمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وكتب البيعة لكل بلدان ان كل الناس لازم تبايع للوليد ابن عبد الملك ثم سليمان ابن عبد الملك فإيه اللي حصل كان في الوقت دوت كان والي المدينة واحد يسمه عشاء إشام ابن اسماعيل إشام ابن اسماعيل وإشام ابن اسماعيل دوت كان يعني سبحان الله كان من أبناء عمومة سعيد ابن المسيد كانوا قرايب فرح إشام ابن اسماعيل عرض البيعة بتاعتمني بعد أمير المؤمنين عبد الملك ابن مرون هيمسك من بعديه الوليد ومن بعديه سليمان يلا جماعة بايعوا على الكلام ده فكل ناس باعت إلا سعيد بن المسيد رفض فرح شامل بن اسماعيل اللي هو من أبناء عمومته اللي هو والي المدينة رح واخده ورح ضربه ستين صوت سبحان الله وطاف به في المدينة وكل ما يطلبه منه أن يبايع الوليد بن عبد الملك والسليمان بن عبد الملك بعد عبد الملك منوران يرفض ليه؟ لأنه كان بيقول لا أبايع وعبد الملك حي ليه؟ لأنه كان لا يرضى عن الاستخلاف بالوراثة دون الشورى كان عايزها شورى ما كانش عايزها وراسة أن عبد الملك بن وران يموت يوم يجي بعده الوليد يجي بعد الوليد سليمان يجي بعد سليمان مش عفلان فقال لا أنا مش عايز الحكم يبقى وراسة فأنا لقوا بايع فرفض فراحوا واخدينوا لمكان المكان دوت اسمه السنية كان بيوصلب فيه وبيقتل فيه رعصان وصلوا لحد هناك وبعدين يعني صعب عليهم سعيد بن موسيب برضو عالم وأحد الفقهاء السبع فراحوا مرجعينه مرة تانية ودخلوا السجن فلما دخلوا السجن كتب هشام بن اسماعيل اللي هو والي المدينة بالله حصل ما هو كان عبد الملك ما عرفش اللي حصل رح كاتب له رسالة قال له سعيد بن موسيب رفض أنه يبايع للوليد بن عبد الملك اللي هو ابنك وسليمان بن عبد الملك وأنا سجنته دلوقتي الراجل اللي خد الخطاب جاي بقى ورايح لمين لعبد الملك ابن مروان فراح قال له يا أمير المؤمنين أريد أن أعرض عليك أمرا وأشير عليك بأمر ما قال له ما هو قال أن تأمر هشام بن اسماعيل بأن يفرج عن سعيد بن موسيب ويطلعه من السجن يعني ليه قال له سعيد بن موسيب مش في دماغه أي حاجة بالبلد كده لا فيه انكلاب عسكرة يعمله ولا هو بيبص على الحكم ولا الملك ولا حيث أي حاجة وما فيش أي خطر منه بالمرة كل ما في الأمر انه رافض الباعة خلاص يرفض وهو واحد من الشعب والشعب كله موافق فلاقى عبد الملك ابن رون كان مخنع فرح كاتب لهشام بن اسماعيل قال ما ضرك لو تركت سعيدا ويعني وخلاص ويعني خرجوا من السجن فلما وصل الخطاب لسعيد لهشام بن اسماعيل حزن جدا انه عمل اللي عمله ده مع سعيد بن مصيب هو ابن عمه يعمل فيه العمل دي كلها ليه ويدرابوا ويطوف بيه ويدخلوا السجن وكل ده ليه فخرج سعيد بن مصيب وعاد إلى دروسي ويتلاميذ وموردي وكان ليه دور كبير جدا في خدمة المسلمين انه لما مات العبادل الأربعة والعبادل الأربعة دولت لهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن خطاب وعبد الله بن عمر بن العاص لما ماتوا الأربعة دولة جماعا صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي المولى ده اللي هو كان عبد وبعدين أعطقه سيده فبقى مولى زي مثلا كان زيد بن حارفة مثلا كان عبدا فأعطقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى يقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح العلم والفقه في كل البلدان إلى الموالي يعني فقيه مكة كان عطاء بن أبا رباح وفقيه اليمن طاوس وفقيه أهل اليمامة يحيى بن كفير وفقيه أهل البصرة الحسن وفقيه أهل الشام مكحول إلا المدينة خصها الله بقراشي اللي هو سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة وسع عاشت العمر معلما ومربيا وعابدا زاهدا طقيا ورعا ولكن بعد حياة طويلة مليئة بالبزل والعطاء وشفت قد إيه كان ليه مواقف عظيمة جدا ما كانش يقول إلا كلمة الحق وما كانش يتعامل إلا بكل حزة وكبرياء المؤمن وعارف إن رسكه محدش هياخده وعارف إن محدش هيقدر أعمله حاجة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وعايش حياته كلها لله خمسين سنة حبايب قال بما بين البيت والمسجد لم تفوته تكبيرة الإحرام خمسين سنة يا شباب يا شباب اللي مفرط في الصلاة مش عايز أقول في المسجد بس وحتى في البيت ده في ناس تركين الصلاة أصلا وفي ناس بيصلوا لكن مما نازلهم وفي ناس بتصلي فرض وتسيب فرض وفي ناس ما بتصليش إلى يوم الجمعة وفي ناس مش عايزة تصلي خالص حبايب قلبي شفت قدير ربنا بيوع لقدر الإنسان طول مها عايش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى بعد حياة طويلة مليئة بالزهد والبذل والعطاء والتضحية والعبادة نام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله سعى على فراش الموت وفاضت روحه إلى بريها سنة 94 هجرية في خلافة الوليد ابن عبد الملك وكان في اللحظة دية سعيد بن المسيب كان عمره 95 سنة الله خير الناس من طال عمره وحسن عمله جميل أوه أنك تعيش طويل وتملح حياتك كلها طاعة لله جميل أوي أن عمرك يطول ولكن العمر ده يكون كله فطاعة لله وقرب ربنا كل ركعة وكل سجدة هتسجدها لله هتقربك أكتر لأن ربنا اللي قال كده قال واسجد واقترب وكل يوم هتصومه كله في ميزان حسناتك هيتقل حسناتك يوم القيامة وكل عمره وكل حجة وكل ذكر لله وكل قراءة القرآن وكل إكرام يتيم وكل إحسان إلى الجيران وكل طلب علمه وكل ذكر لله وكل آية تقرأه وكل دعوة إلى الله وكل إحسان للوالدين وكل بر للوالدين وكل إكرام للفقراء واليتام والأرامل والأرحام كل ذلك يبقى في ميزان حسناتك واغتنم كل لحظة في عمرك وتأكد زي ما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة اوعد فوت لحظة من عمرك إلا في طاعة اجعل عمرك كل طاعة لله سبحانه وتعالى وما زالت الصفحة مفتوحة لنرتقي غدا مع تابعيا جديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته